تحالف جديد كشفت عنه المخابرات البريطانية بين ميليشيا حزب الله اللبناني ومنظمة الجيش الايرلندي الجمهوري الجديد في بريطانيا وهو جيش ناشط كمنظمة عسكرية لتحرير ايرلندا الشمالية من الحكم البريطاني وإعادة توحيدها مع الجمهورية الايرلندية بحسب تقرير نشرته صحيفة سندي تايمز المخابرات البريطانية وبحسب الصحيفة اعتمدت على أدلة جمعها عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني يدعى دينيس مكفادن وهو عضو سابق بجهاز الشرطة الخاصة في اسكتلندا من خلال عملية تجسس على أعضاء المنظمة استمرت لعشرين عاما وانتهت بكشف أمره الشهر الماضي في عملية مداهمة تم فيها اعتقال عشرة أشخاص في ايرلندا الشمالية بتهم تتعلق بالإرهاب كما يشير تقرير سندي تايمز أيضا إلى أن أجهزة الأمن على جانبي الحدود الايرلندية تشتبه بأن تحالف منظمة الجيش الايرلندي مع ميليشيا حزب الله اللبناني ربما مكن جناح المنظمة السياسي المعروف باسم التحرير من استيراد أسلحة تشمل بنادق هجومية وقذائف هون أما الجناح السياسي في الجيش الايرلندي الجمهوري الجديد فمعروف عنه دفاعه بلا هوادة عن إيران وقد نظم تظاهرات تأييد عدة في سكوتلندا وإيرلندا دعما لطهران كما قام أعضاء منه في يناير الماضي بزيارة السفارة الإيرانية في العاصمة دبلن ووقعوا تعزية في كتاب تعازن بذكرى مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ميل مهندس الحدث ترجمة نانسي قنقر